بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدات يا سادة احنا يوم الحد دايما بنتكلم فيه عن بيوتنا بنتكلم على احوال الزواج احوالنا واحنا متجوزين وازاي نقدر نرتقي في هرم السعادة الزوجية نلتقي من التوافق الزواجي الى الرضا الزواجي الى السعادة الزوجية النهاردة هنتكلم على حاجة بعض الناس ما بيلتفتوش اليها لكن اثرها وتركها بيكون في غاية السلبية على البيوت وخاصة في الظروف اللي احنا فيها دي احنا بنتكلم النهاردة على قلة الامتنان وكمان الاحساس بعدم الامان المسألة دي مسألة قلة الامتنان في البيوت في ناس كتيرة اول ما يسمعونه يقولوا لي اه والله انا محدش مقدرني انا حاسة بان انا محدش شايف انا بعمله وهو برضه يقول انا عمر محد يقال لي كلمة حلوة تخفف من علي اللي انا فيه الامتنان لازم نعرف انه هو حالة وقيمة الامتنان كمان مهارة يعني ما انفعش ان احنا نتعامل مع الامتنان على انه حالة وبس لا ده حالة وقيمة ومهارة حالة مبنها رؤية الجمال وجمال شريك الحياة هو هنا اللي هيخليك تدخل في حالة ان انت عايز تمتنله ان انت شفت جماله ساعات الحاجة دي ما بتتشافش غلما ايه غلما يتقرس الشخص فيشوف جمال شريك حياته لما يتعرض مثلا لورطة فيقول فيشوف اتنين بيتخنقوا فيقول سبحان الله ده انا في نعمة فيبتدى ساعتها يشوف جمال شريك حياته بس هو ساعتها بيروح يمتن هو دي الايه الصبق ايه اللي بيخليه ما يروحش يمتن هي دي المشكلة اللي بتحصل ان عدم الامتنان ده بيسبب مشكلة كبيرة جدا 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 الامتنان بقى المستمر بيخليك تشعر بان الامتنان ده قيمة في حياتنا وعشان هو بيعمل ايه بيتخلل في سلوكنا وبيتحول الى قدرة بنعملها فتسعد الاخرين وعشان كده بتبه مهارة لما بتتحول الامتنان الى اسلوب حياة اسلوب حياة بيوصلنا ويؤثر في قلب شريك حياتنا اللي انا ببنتنله فيشعب السعادة على فكرة الامتنان مش حاجة بس ممكن نقول ان هي حاجة كمان ممكن من قبيل الطرف او من قبيل التحسينات الحياة لا الامتنان جزء تنحية الامتنان هو اللي بيزود النعمة والبركة والسكينة والرحمة والمودة في البيوت او الله لو مش عارف ده شوف عدم الامتنان بيعمل في البيوت بيخلي كل ده مش موجود عارف الامتنان امتنان ساعد بيداول اوجاع ويخفف الضغوط ويريح البال الامتنان ده اثر وعجيب وكأني بشعر ان حضرت النبي كان بياخد بيدينا الى هذا الباب لما قال لنا من لم يشكر الناس لا يشكر الله وكأني انت اذا انت ما شكرتش الناس مش هتشوف نعمة ربنا فالامتنان زي ما قلنا بيداول اوجاع ويخفف الضغوط ويريح البال بيعمل اشياء كتير الامتنان ده وعشان كده لازم نكون منتبهين لمسألة الامتنان انه وبيريح البال ويحل كتير من المشكلات الامتنان يا سادة ضرورة مش بس ضرورة ده واجب شرعي في ظل التطور في الادوار في طار الاسرة وازديادة الضغوط احد تفسيرات ان تفضل المعاني الاساسية السامية في الحياة الزوجية هو العمل بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم يبقى البيت هيفضل المعاني السامية موجودة فيه ان كل واحد من فينا مقدر فضل التاني على بقاء هذا البيت وعلى انه هو ركن وعمود من اعمدة هذا البيت على فكرة فيه فرق ما بين العرض وجذر مشكلة جذر مشكلة اللي فيه بنوصل هو ليه فقد الامتنان بيوصلنا الى فقد الامان يعني الزوجة او الزوج لما يقول انا واخد قرض وانا متعرض للحبس وانا مش حاسس وانت مش حاسة بيا كل الكلام ده معناه عرض لكن جذر المشكلة الاساسي اللي لازم ننظر اليه والحقيقي في هذا المشكلة انه هي انت لا تقدريني وهو كان منتظر امتنان انا كل اللي انا بعمله ده انا محدش حسسني وانا ببزل كل ده وانا بعرض نفسي للخطر ان حد يشايف اللي انا بعمله على فكرة ممكن يكون جذر المشكلة ده انه هي او هو كانوا منتظرين الامتنان انه هو يمتنلها ويهي تتمتنل لو ده عند الزوجة مثلا فيها تحس بالاضافة لعدم الامتنان ان ده اصبح فرض وعبئة عليها ان الحاجات اللي هي بتنفق وبتعمله في البيت ده اصبح ابق عليها وواجب عليها لان ما حصلش الامتنان لها لان هي عملت اشياء كانت واجب على الراجل وكمان حسست ان في حد بياخد منها حاجة وهو متلزز انه هو يهملها ومتلزز انه هو بيضيعها هي كمان هتحس انه اناني ومش مهتم ومش مهتم الا بذاته يا انا ربيض كل ده عشان هو ممتنش كل ده عشان هو ممتنش ولذلك الكلمة الطيبة صدقة والصدقة تطفؤ غضب الرب الصدقة بتحلي مشاكل كتير خارس والامتنان بيحل مشاكل اكتر ووقات العشرة الطويلة كل لما سنة بتمر فيها من غير امتنان يزيد الوجع اكتر واكتر مع الزيادة الاحداث لان الامر كل ما تزداد الاحداث كل ما الالتهاب بيزيد ويحس ان هو بيتباع ايه ده يعني الانسان اللي ما بيمتنلوش بيحس ان هو بتاعه اه بتحس ان هو ممكن يستغنى عنه في اي وقت اسأل الستات عن الشعور ده ان هي لما تحس ان زوجها ما بيمتنلوش تحس ان هو ممكن يتخلى عنها في اي وقت لانه مش حاسس باهميتها ومن اكتر الملفات بس عشان تعرف المسألة ممكن توصل لحد فين من اكتر الملفات الحساسة عند الست مرتبها الشخصي واموالها سواء اموالها اللي ورسها اي مال عندها ليه ليه بتبقى حساسة في الموضوع ده بس داد لان موضوع المال عند المرأة كما انه موضوع يتعلق بالامان فيه ارتباط غريب شوية عند المرأة لما تتهدد ماليا ان ده بيهدد ذاتها وبيعدد عرضاه شرف ليه لانها بتخاف ان ما يبقاش عندها مال فتضطر الى ان يضغط على قيمها ويضغط على اخلاقها فيه ناس كتير فيه ستات كتير بتفكر بالطريقة دي وعشان كده عشان التهديد ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فدي مسألة مهمة جدا اذا كانت المسألة بتتعلق بكل هذه خليني بتعبير يعني اذا كانت مسألة الامتنان بتتعلق بكل السلوك العريانة دي فهي مسألة قيمية ومسألة تتعلق بامن المرأة وبيامن الرجل عشان كده لذلك بتكون منزعجة جدا جدا المرأة لما بتعمل ايه تبذل وفي الاخر ما تلاقيش امتنان هي بقى مهمة واحنا بنتكلم عن نقص الامتنان اننا نتكلم عن التراكمات كمان اللي خلت بيوتنا تتعكر من غير ما ندرى نفضل نشوف التراكم والتراكم يفضل يفضل يطفل وخصوصا بقى لما احد التراكمين يكون مركز شوية في التفاصيل تكون هي بريفكشانست مثلا مهتمية بالتفاصيل او هو كذلك زي حد حساس يبقى الموضوع في التراكمات بيزيد اوي 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 لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للرجل اولا في قول لا يفقوا مؤمنوا مؤمنة انكرها منها خلقا رضيا منها لاخر يعني ايه رسول الله سلم بينبه ان الاحتواء مطلوب من الطرفين من الزوج والزوجة ايه اللي هتشعر به لما رسول الله يقولك ما يسيبش الرجل ولا يترك الرجل للمرأة و ايه اللي حاصل ويرضى منها خلق يعني يحتويها يعني يرضى بيها وهي نفس الكلام ولو ان مثل الذي عليهن بالمعروف وهي نفس الكلام تحتويه انا عايز اقولكم حاجة مهمة اوي مش معنى ان الشخص اكثر تراكما انه اكثر كراهية اه والله اسمهوا مني هذا الكلام مش معنى ان الشخص اكثر تراكما انه اكثر كراهية ان اللي ممكن يكون التراكم ده بسبب الحب فالتراكم احيانا بتكون صرخة صرخات للرجل ارجوكي خدي بالك مني وده طبعا كمان موجود في الستات ان التراكم يكون صرخة من الرجل او من الست بتقوله خد بالك مني عارفين حضراتكم الفكرة اللي دايما بتقولها الستات انت لو مهتم كنت عارفت الحاجات اللي زي دي هي اللي بتدي مساحة للإبداع للرجل انه بان مشاعره يمتن بقى ويبدع في هذا الامتنان لكن احنا في بعض الاحيان بيكون عندنا لا مبالاة وكسل انا اه معرفش فيه ظاهرة كترة اسمها الكسل العاطفي اه مش مشكلة اللي ما اللي يروح الكلمة الحلوة اللي تروح دلوقتي والامتنان اللي ما اقدرش اقوله دلوقتي ايه زمان معنا طويل نقوله بعد كده يعني فتخلي الترقمات تزيد ويقول ايه سايبة هي هتفك لوحدها هتفهم وتبقى تقدر بعد كده والست مش هتفك لوحدها ولا هترجع لوحدها انا عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة كمان ممكن ما تعجبش البعض الحاجة دي عبارة عن ايه انت احنا لازم نهتم شوية بفكرة تدريب المتزوجين يعني كل خمس سنوات المفروض نتدرب على المعاراض وطرق التعامل مع اساليب الحياة الجديدة اه والله يعني لازم اللي هتدربوا بعد سبع سنين لازم يكون في تدريبه من زي يتعاملوا مع الترقمات الزوجية الترقمات دي كمان ممكن تكتر بالمخاوف لان الامان عند استداد دركن من اركان حياتها فبتترقم علشان لما تيجي انت تقول لها الحاجات علشان ما تتكررش تاني ايه اللي حصل الراجل يقول لها انت شايلة ده كله هي عايزة الامور ما تتكررش علشان كده في بعض الجلسات بنسيب الزوجين كده يقعدوا ساعة مع بعض يخلصوا فيها الحاجات المتركمة دي وبعد الساعة اللي خلاص الملفات بتغلق فيها ما تتفتحش مرة تاني ودي مهارة مهمة جدا جدا في الاهتمام الزواجي علشان يعرف انه اولوية عندها وهي اولوية عنده يمكن ده بيخلص على فكرة بقى ان هي تقول الماتش اولى مني صحابه اولى مني والعكس طبعا يقول اهلها اولى مني مش هيقول الزوج ان هي بتبدي اهلها ساعتها واصدقاءها عليه او الاولاد عليه لانه ساعتها يكون امتنت له وتركت له وقت عشان تشوفه وتعد معاه احيانا الناس المخضرمين اللي موجودين في الجواز بقى لهم خمسة عشر وعشرين سنة ايه اللي حصل بيكونوا شايفين ان الحكاية خلاص احنا احتجيل الامتنان ليه ما كل واحد فينا عارف كل حاجة وكمان بسبب مخلفات فقد مهارة الحوار فكل ما نفقد الامتنان وما فيش حوار بيكونوا شايفين ان المسألة كده خلاص وانتهت فلما يجونا يقولونا لا احنا خلاص لسه هنبتدي من أول جديد احنا خلاص وصلنا للنهاية فالمسألة انتهت بس ده مش حقيقي فيه إمكانية اللي عوده مرة تانية ومعاودة الانتماء للأسرة والامتنان لازم نتعلم معارض التغافل فما فيش راجل مثلا يبقى بيقف على الوحدة في كل حاجة مع مبراته ويجي يقول لها أنا تغافلت تغافلت عن ايه انت واقف على واحدة الحقيقة انك كده ما تغافلتش انت خزنت ففي فرق كبير ما بين التغاضي والتخزين التغاضي اني خلاص المسألة انتهت وما فيش مانع علشان تتغافل اننا احنا نصرح ببعض بعدم الرضا عن بعض المواقف من غير استعداء ومن غير لوم وانا بعبر في ده عن محاولة للجذب مرة تانية طب نعمل ايه بقى عشان الامتنان يزيد في بيوتنا لو الزوجة حطت في البيت اي اموال على سبيل الفضل لازم نمتدليها انا ليه جبت الملف ده وليه قلت الاجراء ده لان كتير ده بيوجع ليه لان مش فرض عليها ده فضل منها حتى لو الانفاق ده على سبيل الطرف الحاجة التانية لازم نعرف ان فيه اصول خمسة للامتنان خير الامتنان ادوامه وانقل داوم على الامتنان حتى لو قليل تاني حاجة الامتنان حقيقي اللي بيكون عن واقع مش عن تخيل وإلا شركة الحقيقة تبرد وحكة على الدقون تالت حاجة الامتنان ليس منه بل هو واجب لإسعاد الزوجين رابع حاجة الامتنان يحتاج لحسن صياغة فهو زي تفصيل التوب كده مش اي كلام مخلاص لكن الامتنان دا وقت محتاج ايه ان يكون مضبوط على قد شركة الحقيقة على قده جمالا ومناسبة اخر حاجة ليس لممتن بالمكافئ ولكن الممتن هو من تربى على رؤية الجمال في اقرب الناس اليه الخمس حاجات دولة اللي عملناهم ودي قواعد وحاجات عن قولها كمان نضيف اليها عشان الامتنان يرجع لبيوتنا ونرجع مرتحين ونرجع كمان بيوتنا مليانة مهدة ورحمة ونتخلص من كل التراكمات ونتخلص من السواد لما يرجع الامتنان يسري في بيوتنا سرايان الماء في الورد فيرجع الورد فيرجع للورد روحته مرة تانية الروح والريحة والريحان عيرجعوا للبيوت بالامتنان فاصل ونرجع نكمل معاكم نكمل معاكم ونتلقى اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وانا تلقى اسئلتكم المباركة واول سؤال معانا مع الأستاذة نانسي قالو قالو اتفضل يا حضرتك ازيك يا شيخ نعم وفضل الحمد لله يا رب دايما بقول لك انا هبدأ بسؤال الأول وبعدين مش هاخب بالظبط حاجات بسيطة جدا اولا انا عايز عرف بس انا جزيتي ايه عند ربنا في اللي انا بعمله ده تمام اولا انا متجوزة بقى ليه سنتين وشايلة البيت كله انا كان رفض ان هو يتجوز قلت له انا هبقى فضهرك في الفلوس تجوزت بقى ليه سنتين وشايلة البيت كله ومن ايته زد حرفين ما بقولوش هات مصروف البيت انا شايلة مصروف البيت كله علي الواحزي تمام لو عملت في مرة الاكل وحش اسمع منه كلمة وحشة لو في حاجة حلوة ما بسمعش منه كلمة حلوة خالص خالص فانا تعبانة نفسي مش عارف اعمل ايه يعني تعبت تعبانة ابهول نفسي بقول ان انا بحبه فاكملي معايا في حاجات حلوة تانية طيب طيب وف بعض الواقعات لقيه طيب وحنين علي مرة تانية انا معادي اعمل اقوله الكلمة طيبة صدقة انت اصحابك ليهم حقوق عليك بتنزل تقابلهم انا اقولك خرجني تقولي لا اخرج انت مع اصحابك ااا مش اقوله دي حقوقي انا كزوجة يعني فين انا فين حيات فين انا صحيح بس فانا بس عايزك تهونها علي شوية طيب اقولك حاجة خلي اول حاجة خلي اسمع الكلام اللي احنا قلناه في اول حلق ماشي دي اول حاجة الحاجة التانية ببساطة خالص ان انت لازم تعودي معاه وتتكلمي معاه بكل شفية وكل صراحة ان انت تقولي له لو سمحت انا بكلمك دلوقتي مش عشان قلومك انا بكلمك دلوقتي عشان حياتنا تبقى احسن تعالى ندخل في ملف الملف ده انا عايزين نتكلم مع بعض ونبتدي مع بعض نتكلم مع بعض احنا لما نتكلم مع بعض هنبتدي يبقى بينا انت سلاثين فانتوا بتتعرضوا لمشكلات ما بعد حديث الزواج حديث الزواج من انتمنى مشكلاتهم انتفاق ما يسمى الوهج ان بعد سنة كده بعد ستشهر بعد شهر بعد شهرين يتفل الوهج اللي هو بتاع الفرح ده فلما يتفل الوهج بعض الناس بيفتكروا ان انتفاق الوهج ده معناه موت الحب وده غلط احنا اصلا الحب اللي احنا بنعيشه في الجواز بنعيشه مع بعض فانت على طول قوليله تعالى نقعد مع بعض نتكلم لمدة عشر دقايق العشر دقايق دي نتكلم فيه معا حاجة بتتعلق بالمستقبل والسعادة تزيد العشرة تبقى تلت ساعة نص ساعة بعد كده نخرج مع بعض خروجه الحاجات دي هي اللي ممكن نعمل بيها تغيير في طريقة حيات ان احنا نعيد تعرفنا البعض قالي الكلام ده واضح فاذا كان الكلام ده واضح يبقى انت يعمليه يبقى نقعد مع بعض نتكلم نتحاور عن المستقبل والسعادة مش هنتكلم في المشكلات مش هتقوليني والله انا كنت والله منتظرة منك كيت وكده مش ه ما فيهاش لهم لان في الغالب الرجالة ما بيقدروش يسمعوا ولا يحاوروا الستات لانه عارف انه بعد جملتين ثلاثة هيولام فيقولك انا نولام ليه ولا حد يزيني ليه ولا حد يصدعني ليه مش عايزين ده لما يحب الحوار مع حضرتك على الحياة بتختلف لان الحوار ده هو الرابط اللي بيربط الزوجين لو ما تحاوروش مع بعض هما بيسألوا ان هما بينهم مفاجوة ولا جافوة ليه لانهم ما تحاوروش مع بعض فيبقى انا نصحت لحضرتك نبدأ بالحوار وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير اللي هيهون عليكي ان انتوا لسه في بداية الجواز ولسه بتبتدوا تتعرفوا على بعض في صفات كتيرة انتوا الاتنين محتاجين تتعرفوا على بعض فيها انا كمان بدعوا حضرتك ان انت تتعرفي على شخصيته اللي انت عرفته قبل الجواز مش هو اللي يعيشكم مع بعض انتوا بتتعرفوا على بعض ازاي بتتكلموا ازاي بتبيعوا ازاي بتشتروا ازاي بتصحبوا ازاي بتتعاملوا مع اهلكم كل ده بتعرف بدقة خالص في الجواز فاللي انتوا عرفتوا في الخطوبة مش هو دات اللي اتعيشوا به فانا نصحت لحضرتك قولي انا محتاجة مزيد من التعرف عليه وهو محتاجة ان هو مزيد من التعرف عليه عودي تكلمي عن نفسك كلام لطيف بتحاول به ان انت تعرفيه على نفسك وهو كمان يتعرف عليك الحكتين دولة اللي انا قلتلك عليها تنمية الحوار والخروج مع بعض من جهة ومسألة التعرف على بعض هيكون ليه تأثير كبير ان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من الذين يدفعون بالتي احسن ويجعل المسألة في خير حال الاستاذة مونة تتفضل قال له سلام عليكم تفضلي عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم استاذ مونة تفضلي لو صباح سيئة حضرت الشيخ انا عايزة اسألك في الموضوع والله مهم جدا طيب انا سماكي شيخ بيقول عن عقوق الوالدين طيب طيب ونفرض ان انا يعني ام دي قزيتني اذا جامد جدا في حياتي انا واخواتي طيب يعني عملت حاجات كتير يعني مثلا عرفت واحد تاني ومشت وخربت البيت واخواتي كانوا صغيرين وبقوا دلوقتي الشباب مش نفعين وبيضين وانا تأذيت وتعيرت بيها هدي بالك هدي بالك يا مونة هدي بالك يا بنتي هدي بالك طيب وعدين قولي لي يلا وملهاش حل وشوفتها في المواكب دي كتير وتخنقنا معها كتير يعني انت شفتها في المواكب دي بنفسك يعني ده ما تحكينيش ايوة وحصلت مشكلة وبالفعل مشيت مع الواحد ده والدنيا تخربت وبابا بقى في النازل لحد ما توفى ضاير حم طيب كملي قولي لي اسأليني سؤالك يا مونة اسأليني سؤالك يا بنتي احنا اخر حاجة غلطنا في بعض جانت انا اسمياتي شيخ يعني هي ولا بتصلي ولا بتقرب من ربنا كيف هي اسأليني بقى السؤال انا خلاص عرفت قولي اسأليني السؤال يا استاذ انا دلوقتي بصلي سمياتي شيخ بيقول ان ان العقل والدي ما عملت فيه ما يتقبلوش حاجة ولا زك ولا صلاة طيب خلينا خلينا اقولك يا مونة انت بتسأليني دلوقتي هو انا اعمل ايه في الحالة دي عشان ما بقاش بقع في حقوق الوالدين هقولك تعمل ايه ماشي عندي سؤال كاني لحضرتك اتفضلي برضو عن الزوج يعني سنتي برضو ان لو الزوجة منعت نفسها عن الزوجة هي كده بتشيل زنب طب افرد الزوجة زي عايش ام استعملها عشان خاطر تربي ولادها كويس لكن هو بيأمن غلطات جمدة جدا طيب اجاوبك برضو خيئة وجربات زي الزفت بيشترك فيها وكد اجاوب على حضرتك اجاوب على حضرتك تعمل لي ايه السؤال الاولاني مسألة والدة حضرتك يبدو ان والدة حضرتك تعرضت برضو لحياة وتنشئة هي اللي طلعت الشكل ده من الحياة يعني واضح ان والدة حضرتك بسبب لو على كلام حضرتك الممارسة العنيفة ليه عدم الاتزان دي واضح ان هي مش متزن فانا بقولك ان انا شايفه وان كان حتى اللي انت بتقوليه ده لان انت شفتيه فيه سوق خلق لكن اتعاملي معاها على ان هي مش متزنة وانك انت ممكن تسعديها على ان تخرج من عدم اتزانها ده وانا بقول لحضرتك تواصلي معاها وحن عليها ويخليك ورقافي بيها بما تستطيعي بما لا يجعل سمعتك تسوق اذا كانت هي فيه بترتكب اشياء فيها تسوق لسمعتك لكن انا بقولك لا تمتني عنها ليه لا تمتني عنها لان حياتك اللي حضرتك بتكلمي عنها وبتقولي ان هي تفسد هذه المرأة كانت هي السبب في وجودك في الحياة ربنا اجعلها سبب لوجودك في الحياة فانت لازم هي كل الحياة اللي انت عيشها دي ان كان عندك اولاد او كان عندك اي حياة ربنا اجعلها سبب في هذه الحياة فما ينفعش تهميليها وترميها يبقى لازم تعملي ايه اتحاول بقدر الامكان ان انت الساعدية تخرج من اللي هي فيه ده بناء على ان هي ايه على انها في حالة عدم اتزان وقد تكون على فكرة والدتك في لحظة من اللحظات لو ركزت كده كان في لحظة من حياتها او في مرحلة من حياتها كانت محتاجة طبيب نفسي او محتاجة حد يغير من شخصيتها بس ما لقيتش حد لان السقافة او البيئة اللي هي فيها ما فيهاش العناصر دي فحاولي تساعديها وان شاء الله ربنا يكتبلك كل خير وان شاء الله تكتبلك من الصبري سواء على امك او على زوجك وزوجك ده انت حاول بكل وضوحه وكل صراحة اي شيء وخاصة في مسألة الخيانة لازم يبقى فيه وقفة حاسمة ما سيبش المسألة دي واقول قديني بتحمل لا هنقف وقفة حاسمة ونقول ان احنا رفضين الخيانة ورفضين ان احنا نعيش في بيت فيه تلوث وان الاولاد هيشيلوا هذا التلوث وهتبقى شيء مزعج فنعمل كده وبعد كده نعمل اي بقى اذا ما كانش ده ننفع تجوننا على مركز الاشياءات الزواجي ونحاول نحل كل ده ان شاء الله استاذة اسراء معنا الاستاذة اسراء السلام عليكم يا دكتور عام وعليكم السلام وراحمة لبركاته انا محتاج رأي خضرتك فتا بروبا مرد ديها اتفضلي ولكن بسرعة انا استخدخد خطفتي من اسبوع وهي استمرت لمدة شهرين تقريبا فنجاوز درونات عادي عملنا رؤية شرعية مرتين كل مرة قعدنا مع بعض حوالي ساعتين تنفيذ جبل واحدنا وحصل قبول من الثراثين واتفعنا نعمة القباية فتحة وفتوفة عضية تمام يا شيخ؟ تمام من ثاني رؤية شرعية لقد يوقف بطولة شهر تقريبا اخدنا بعض واتكلمنا في التنفيون وما كانش فيه مؤادلات ثانية عشان كمسات للسروف شغله طيب طبعا اردنا من بعض جد خلال المقلمات وبدأ يكون فيه مشاعر من الثراثين وقد ايه انا قبر خاطم من رابطنا لي ولنعمة كبيرة واني لك كثير عشان يلاقي حد مريح ومحترم زي طيب واه اول مراجعة من السفر عشان يجيب الشخصة حفيته متغير او متوتر ولما سألت وقال لي ادفت عليك بالسروف لكن لسه ما تعودش على شكل مصره مش اهم انت شرعتني مرتين وحصل طبول باين مستلم قال لي مصر نتعرف على بعض أكثر من كده قبل ما نقصب الكلام ده كان قبل قطوبة بيومين ثلاثة وانا بجاهز لكل حاجة وما طولت له المصدوب قال لي اجل شوية لحد ما ناخد على بعض وطوله اسفة ينطب يا كل واحد يروف الثالث قال لي استخرت ربنا وحصل في الموضوع كل مستير خلاص نصف ونتعرف على بعض أكثر واللي كل مستير يقدمه ربنا واتقاطبنا وطبعا اهلي معرفوش اي حاجة عن الموضوع ده عشان ما تصرش بقاطرهم وكنا فرحانين احنا الاتنين جدا معلش الموضوع اللي هو ايه نعم معلش الصوت لان حديك بتكلمه بسرعة الموضوع هو ايه يعني ايه اللي حصل من شيء خبتوه عن أهلكو انه انا مقلت لهمش على التوقف ولفتر قبل التطوبة انه هو ان انا مش متعود على بشكلك اه يعني هذا الكلام انت مقلتهوش لأهلك فكملتي بعد الاستخارة من غير ما تقولي لأهلك لان انت خايفة ان الكلام ده الكلام السلبي ده يؤثر على موقف أهلك من الخطوبة بفتر كملي بقى بس حاول تسأليني السؤال لو سمحت نعم حاول تسأليني السؤال السؤال فين تمام معلش بعد خلوة البداية دي بدأ يقولي فتقول بنا عن حاجز نفسي بقى محرض من نفسي وانا ماشي معاكي ولما قلت لهم انا كنت بنفسي بطول ده اول مرة شفتني قلت البيت مش بيبان بعدين اعتذر وقالي انا حتعود مع الوقت بريدوثي كاب وانت معايا بعد كده ورجع كويس تاني معايا وبدأنا نضبط في الشقة ونجيب الأجهزة واستفقناك عشورا نصوم ونصوم لركعتين طوبة لله عن أي تجاوز لنا في كلام او لمس إيد عمالنا بكده عشور ربنا يترك لنا وقد ومن بعدها رجعي لحاجز النفس ده تاني بتعطير الضول وزود عليهم من نحس من كلام ان انا مش اقدر اتحمل مسؤولة الجواز والخلب مع اني فخص مسؤوله هو خلاص هو بان خلاص ان هو عايز يخلع هو خلاص هو من اول ما قال لحضرتك ان انا مش قادر اتعود على شكل حضرتك هو خلاص بان ان هو رايح في سكة الخلعان اناسف يعني تمام فايه اللي حصل بعد كده فين السؤال طبعا وقالي كل شيء وربنا يا عواب السؤال هنا يا شيخ هل انا خلاص لما صبيت كل ده على املي بهدف ان انت عايز ازعلهم لا والغلط الغلط عيبان في كلمة انت قلتيها الكلمة اللي انت قلتيها ان احنا عن سوم عشورة وندعو الله سبحانه تعالى ان لو فيه اي تجاوزات حصلت فيبدو ان فيه تجاوزات حصل فده الاسفين التجاوزات اللي حصلت دي هو ده الاسفين اللي دمر خطوبة كلها ليه بقى لان هو كان محتاج لي يشيل حجر او يضرب الخطوبة في مقتل بان هو يشوفك ان انت قابل التجاوزات دي سواء كانت تجاوزات ان انتوا تكلموا في ساعات متأخرة لأوقات متأخرة اي بقى تجاوزات في السياق تدينكم او بالمستوى اللي انتوا فيه يسمى تجاوز اخلاقي فهو ده اللي اعتمد عليه لما كان بيكلمك ان هو مش هيقدر يتجاوزك زي بالزبط لما حد يقولك انا في الحقيقة انا عايز اتجاوزة واحدة ما تعملش تجاوزات معي بس هو في الحقيقة انت بتسأليني ازاي تتجاوزي ده وازاي انت المسألة مش مسألة ان انت غلطت ان انت ما قلتش لأهلك لا انت موجوعة موجوعة ليه لاني حست ان انت اتضحك عليك ان انت ضحيتي لا الحمد لله انت ولا ضحيتي ولا حاجة الحمد لله ان احنا في هنا والحاجات اللي انت عملتيها ده استغفر ربنا عليها طيب نعمل ايه بقى في ذلك الشخص اللي هو واجعك لان انت اقلتي شوية كلامك ده انت طبعا مركز في كلامك ان انت حصل تقارب عاطفي بينكم منتو الاتنين فواضح ان انت حبتيه فواضح ان انت اكتشفت انه ما بيحبكيش فتعملي ايه في الوجع اللي جوه في قلبك ولا حاجة الوجع ده هيروح ودعي ربنا سبحانه وتعالى وحمدي ربنا سبحانه وتعالى ان هو مشي مشي ليه لان الله سبحانه وتعالى دبرلك امرك ومشينا قبل ما يكون عندنا جواز وعندنا اولاد لان الشخص اللي بيجي يقول لي واحدة بعد ما شافها والله البسي معرفش ايه وعمل معرفش ايه واضح ان هو مش هيكون بيحس بقيمتها في ذاتها هيحس بقيمتها في جسدها وبس ففي الغالب هتكون الزوجة بتاعته هي زوجة فراش مش هتكون زوجة كاملة يستطيع ان هو يكتفي بيها في امتي يا بنتي فحمد ربنا من قلبك قولي الحمد لله واضح؟ نعم اذا يا سادة هكلمنا النهاردة عن الامتنان ويمكن السؤال الاولاني تعالوا استاذ الانانس كان بيبين اوي 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 مسألة الاحتياج للمتنان احتياج الاحتياج لكلمة حلوة احتياج لنظرة احتياج لطبطبة احتياج كمان لطمأنة بنحتاج لده اوي ولو عملنا كده هذكركم بشوية اجراءات احنا قلنا لو الزوجة حطت اي فلوس في البيت لازم يمتني ليها وخاصة ان ده مش فرض عليها لان ايه؟ ده هيخليها تحس بان هي ما بتستهلكش تالت حاجة تاني حاجة لازم نبص لأصول الامتنان خير الامتنان ادوامه وانقل الحاجة التانية الامتنان الحقيقي ما يكونش الا عن واقع ما بلاش الامتنان اللي الناس بتسميه الامتنان الفك لا امتنى على حاجة حصلت فعلا ولو كباية شاية عملت لك تالت حاجة الامتنان ليس منا الامتنان واجب على الزوجين لإسعاد الزوجين الامتنان كمان ربع حاجة الامتنان يحتاج لحسن صياغة الامتنان دوت زي التوب اللي بتفسر فلازم لما تيجي دمتن دمتن على قد شريك الحياة جمالا وكمان مناسبة خامس حاجة اللي الشخص الممتن مش هو المكافئ لكن الامتنان ده ده اللي تربى وعود قلبه على رؤية جمال شريك الحياة من وسط الناس كلها يا سادة الشخص اللي بيمتن بيمتن لكل أحبابه كل الناس اللي حوله لأنه شايف جمالهم حتى لو هم نفسهم ما كنوش شايفين الجمال ده يا رب جعلنا من أهل الامتنان عشان ده يكون علامة على جمال الإيمان وجعلنا يا رب من أهل حسن الإسلام بأن نكون من أهل حسن الكلام وجعلنا يا ربنا من أهل حسن الإيمان بأننا نفعل الخير الذي يجبر الخواطر في كل زمان ومكان يا رب العالمين اجبرنا واجعلنا من الممتنين الذين يجبرون الخواطر ويفتحون الباب للأمل برحمتك يا أرحم الراحمين